إكسترافاسكولار هيموليتك انيميا إكسترافاسكولار هيموليتك انيميا السفار أو اليرقان المرض المشهور مع إكسترافاسكولار طايب سبب السفار ده هو زيادة نزمة البلوروبين في الدم هو ما نطلق عليه هايبر بلوروبينميا الصفار طبعا بنشوفه في الاسكن ونشوفه واضح جدا في الاسكلير هذه الاسكلير وفي الاسكن بصفة عامة يعني بنشوفه في الوجه طيب زي ما اتفعنا مع بعض انه هو الجوندس بيحصل في الاكسترافاسكولار هيموليتك نتيجة الاربسيز بتكسر بالماكروفاش والهيم بيكسر وبيطلع الايرن بالإضافة إلى بروتو بيرفين بروتو بيرفين بيتحول إلى بلوروبينم أثناء الميتابوليزم بتاعه بيكمل متابوليزمه في الليفر هو في الاول بيبقى اسمه unconjugated وعنين في الليفر بيحصل له ويتحول بعد كده يخرج من الليفر إلى conjugated بيفرز في الستول في سورة استيركوبايلين وبيفرز في الكلا أو في الكدني عند طريق اليورين سورة يوروبايلين الانترافاسكولار هيموليسس بيكون الأحداث التي تحصل فيها بعيدة شوية عن اللي بيحصل في الاكسترافاسكولار يعني أول من الاربسيز بتكسر يطلع الهيموجلوبين والهيموجلوبين ده بيمشي في الدم يتحول إلى هيموجلوبينيميا والهيموجلوبين ده بيمشي في الدم يروح في الآخر على الكدني في الكدني يتحول إلى هيموجلوبين في البول هيموجلوبين نوريا وحديد في البول هو هيموسيدرينوريا